أقامت القوات والمسلحة جنحها السنوير المطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين والذي يطلق عليه اسم المشير حسين طنطاوي ويستمر حتى السابع من شهر فبراير القادم داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي والثقافة العسكرية من خلال إصدارات القوات المسلحة المتلوعة التي تتناول تاريخ العسكري المصري ويحتوي جنح وزارة الدفاع الذي تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية على مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة في أكاديمية ناصر العسكرية وكلية الدفاع الوطني والنشرات الدورية لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة ويضم عرضا للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والأفلام الوثائقية التي أنتجتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة